المريض نموزك تانية من القضايا اللي دايما بنقول عليها ان المجتمعات القوية لا يمكن ابدا ان تخجل من محاسبة كل من يخطئ لا ده بالعكس ده بيبين ان مجتمعاتنا قوية في وقعة مهمة جدا ضابط شرطة تسبب في حبس ضابط شرطة زميله لانه اخطأ ضابط الشرطة بيفتش فوجد فتاة او سيدة معها هيروين في السيارة السيارة دي اتضح انها سيارة ضابط شرطة وهو كان معها يعني بعد كده انما هنا المغزى في ان الجميع تحت المساءلة والمحاسبة وتوصيل هذه القضايا للرأي العام وتوصيلها للناس مهم جدا علشان البعض بيقول اصله محدش بيتحاسب من الضباط او زاوي النفوذ لا اللي حيخطئ يحاسب من المسئول الكبير الى الموظف الصغير دا اللي حيخليني اسأل النقيب ايمن حسام اللي ضبط هذه الوقعة نقيب ايمن اهلا بيك اهلا بيك نقيب ايمن انا زي ما يعني ما وضحتنا بأقدمها نموذجا انه الجميع تحت المساءلة والمحاسبة وانه البعض احيانا بيتخيل انه ضابط الشرطة يمكن ان يتسطر على زميله حتى لو ارتكب جريمة يعني قول لي حددك اللي حصل في الواقع كانت في اي مكان وفي اي منطقة اولا واللي حصل فيها ايه تفاصيلها ايه مبدئين فانك كانت على طريق الوحاة بس هو يعني عذرا في كلمة زميلة اللي موت الناس يعني ما يبقى الزميلة يعني يعني لو سمحت بس انت بتتحفظ على اه تعبير زميلك يعني انا سعيد بتحفظك الكمية اللي معاها تضيع اكتر من سبعة الاف شاب يعني الايه الكمية اللي معاها تضيع اكتر من سبعة الاف شاب من شباب مصر الكمية اللي ضبطت تضيع اكتر من سبعة الاف شاب تمام كمية كبيرة يعني اه يعني اثنين كيلو اثنين كيلو طيب حضاك ضبط الواقعة ازاي بداياتها ازاي وكيف اتعاملت مع الامر حينما علمت بوجود ضابط شرطة فيها كم معي طبعا الرائد احمد جيمة طبعا احنا ما فتشناه ضابط اصلا يعني ده هو احنا فتشنا حشيش تقينا ريحة حشيش منبعثة من سجارة من سيارة راكنا على الجنب الزابط ما كانش متواجد اصلا بالسيارة اه ريحة الحشيش ديت هي اللي خلتنا نسأل عن تحقيق شخصية للفتاة اللي كانت قاعدة جنبه ديت وهي اللي خلتنا بقى نكمل بقية التفتيش الوقائي اليهاية اه يعني هي البنت اللي كانت في العربية بس البنت اللي كانت في العربية ريحة ماسكها سجارة الحشيش اعتقدنا هي كانت متطمنة زيادة عن اللزوم قربنا منها شمينا ريحة الحشيش بصينا لقينا سجارة مشتعلة منتفخة سألناها عن تحقيق شخصية وتحفظنا على السجارة اللي معاها وهمنا بتفتيش بقى بقيت السيارة ووجدت الكمية الكبيرة دي الكمية الكبيرة اللي اتنين كيلو حشيش ولا هيروين ولا ايه بالزبط اه اربع خمس استوانات اه 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 هيروين اه مخدر مادة هيروين خمس استوانات خمس استوانات تمام الاستوانة الواحدة امتين وخمسين جرام او امتين وخمسين جرام وهي استسلمت على الفور واللي قالت انا يعني معايا فلان ويعني انا على فور ما مسكنا الشنطة فلان خرج كان موجود تعرفنا بشخصيته اللي هو زابط الشرطة بقى جاه اه وقال لكم انا 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 زابط شرطة بس كان الامر ما ينفعش فيه بقى التجاوز طالما انا ماسك في ايدي هذا الحرز ده ما اقدرش ان انا يعني 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 هقول له هقول له خل الحرز ويمشي عشان انت ظابط اه انت هنا قلت هتنفذ القانون هتنفذ القانون طبعا طبعا وكان طبعا الصعب بقى ان طبعا تدلوقتي كده بتتعامل مع واحد رائح في ده هي ومع سلاح فكان الصعب بقى يعني الله يكرمه المقيب احمد جامع وانا الحمد لله سيطرنا على الموقف ان احنا نقدر نسحب منه بس سلاحه الميري اللي معانا اه بس حصل نقاش فانت هنا ام يعني النقاش اهداء 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 ابتدى شد وجذب ثانية الحمد لله سيطرنا على الموقف كان السلاح الميري معانا اه يعني شوية كان ممكن يستخدم السلاح لانه انت بتقوله وضايع ضايع يعني طبعا اه وحسيت بكده انه انه الخطوة اللي جاي حيبتدي يستخدم سلاحه اه بالفعل حصل شد وجذب اه وابتقول المقيب احمد جامع سيطر على سلاحه على الفور اه يعني بالاشتراك كده تمام تم ان احنا نسحب بس اهم حاجة كانت بالنسبة لنا مش الحرز كمان اهم حاجة كان بالنسبة لنا الاستلاح السلاح وبعد كده بقى اتخذت كل اجراءاتك القانونية العادية طبعا بتوجيهات طبعا من السيد المساعد والسيد المأمور الاسم والسيد مفاتش المباحث طيب هو هنا اه حاول المقاومة لسه كثيرا يعني او قالك يعني انا زميلك في النهاية يعني انا زميلك فاسبني هو بالزبط كان اه كان اتنين كيلو ونص اه ببعد عن 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 الاسم وكان اصعب اتنين كيلو ونص ان انا ما يعني ما ركبناهوش اه ورا في البوكس يعني ركبناه قدام جنبنا جنبكو اه يعني انت شوية قلت يعني ايه مع تحفظ له شوية لا لا انا لو سبت ورا انا ممكن يحصل المشكلة ما فيها عساكر ورا حضرت اه اه فانت جئ خليته معاك قدام يعني تمام بالفاهة اه وبعد كده طبعا تم احالته للنيابة واتخاذ كل الاجراءات القانونية طبعا بشيط عمل بحضر بالكلام طيب انا بحييك اه نقيب ايمن على ده لانه في صورة شوية في زهنية عند الناس اصل الضباط هيخدموا بعض الضابط اول ما حيلاقي فيه ضابط تاني في الواقعة يعني حيقول له طب خلاص يعني امشي وخلاص يعني يعني اه انت لم تتردد نهائيا يعني فيه في انك لازم تنفذ القانون احنا احنا يعني المادة دي تساعدتك ممكن يعني توصل لاخوي انا شخصيا ممكن توصل لعيلت انا دي اخير هموت طبعا ساعدتك عارف يعني ملهاش حل تالي اه طبعا يعني هتموت يا هتبقى مجرم فملهاش حل تالي انا اللي صعبان علي بس ان انت حاليا ما بتتعملش مع المسجل انت بتعمل مع عائلة واسرة يعني استعب علي انا بقالي بالضبط من ساعة الواقع حتى لان والله يعني انا وطبعا استايد الزبط اللي معايا ما نمناش بسبب ان احنا مش عشانه هو هو بيئذي الناس في دهيا ما يزميلنا ما يعتبرش مننا لكن 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 الالأ بتاعنا كله على العيلة لان عيلة تعبت وربت ودخلت ودفع طبعا فبيجيب لهم هذي السمعة السيئة اللي تظلطوا لاحقهم يعني وهو ردبته ايه يا نقيب ايمن ملازم اول طبعا اسم الخنك مركز الخنك مركز الخنك ملازم اول خلال المدة دي بقى لغاية انتقالكو للاسم كان بينعيشكو حصل نقاش اه طبعا ده هما دول كانوا اصعب اتنين كيلو في الدنيا لان انت بتكلم في الاول وفي الاخر برضو يعني كان كان زميل اه بس انت هنا مقيده تماما طبعا طبعا وهو بينعيشك يعني وكل ده عايزك تسيبه طبعا استي ده النقيب احمد جامع معاهم باحث الاسم على شمالي وانا على ايمينه ويعني كانت اصعب اتنين كيلو للحد ما نوصل لديه كانوا اصعب اتنين كيلو يعني ممكن حد يسوقهم على التاريخ اه طبعا طبعا يعني الله يكون فعونكو لانه في كل الاحوال زي ما انت بتقول هو ضايع ضايع فممكن يعمل اي حاجة اه اخطر اخطر من اخطر من اي حد تاني اخطر من حتى مسجل اخطر من لان ده ده هيتكلم في الجد يعني هيموت نفسه هيموتنا اه فكان انت بتقول اخطر ساعتين ونص يعني اخطر اتنين كيلو اخطر اتنين كيلو وحتى اتنين كيلو يعني مدة يعني مسافة اه بسيطة جدا اه اه لكن انت كنت حاسس بي المخاطر الشديدة يعني طبعا اموان في كل الاحوال بس انا 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 اعايز اقول كلمة بس فضل انا اعايز القانون يمشي على جميع الطواقف الشعب بدون استثناء عن وظفتهم وكينيا بظاب الجيش ظاب الشرطة اه اه يعني حتى حتى الحصانة يبقى فيه اجراءات اسهل في فكها اه للحصانة بالنسبة للوقلة وعضاء مجل الشعب اه انا اقصد ان المخاطئ اه الشخص اللي عمل شيء يشين بيه مهما كان يعني يتعامل يعني يمشي في اجراءه القانوني المحدد ودي اهم رسالة يعني احنا حتى بنوصلها للناس ان هو يا جماعة اه يعني هو ده ما نحلم به دائما واللي لما ينطبق في الواقع على واقعه يبقى لازم نسلط عليها الضوء اه فعلا وحتلقوا كمان كل اصحاب المهن اه بيرفعوا شعار يعني اه ما تخليك معا اه معا يعني ده ابن مهنتك وعد المسألة عديها بقى يعني لكن اه القانون يجب ان يطبق على الجميع وكمان لما يبقى ده من اه ضباط شرطة اه يبقى بيوصل الرسالة المهمة جدا اللي بعض الناس احيانا بيستشعروا اه انه لا اه البعض لا يحاسب لكن ده اهمية هذه الواقعة اه في كده نقريب ايمن اه اه انا بحييكم والله على هذه الواقعة ويجب اه اه صحيح بتأدوا واجبكم لكن بعض المواقف اه في حد ذاتها بتحتاج الى ان الناس تحييكم وتوجهلكوا التحية وايضا المعنيون بالامر يقوموا بتكرمكم على هذه الواقعة الله يخليك ايش الله يخليك نقريب ايمن حسام الف شكر